السلام عليكم كيدا يرين لبس عليكم كانت مننا كلكم تكونوا بخير اليوم عندنا قصة جديدة قصة زوينة كانت مننا تسمعوها حتى اللخر وكانت مننا من اللي باقي مشتاركش بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وما تنساوش تخليوا تعاليق على القصة وشكرا لكم بالذات نبدأوا القصة اليوم مميز بالنسبة لي اليوم غنبدأ مشروعي مشروع حياتي أكبر مقاولة في المدينة كل شي كان كيقول لي يا باللي صعيب عليا وباللي انسا ما يقدروش يدخلوا مجال البناء وأنه مقتاصر غعل الرجاني أنا غدا نأكد ليهم باللي هاد شي ما كاينش وباللي حتى النسا عندهم ما يقولوا آه سمحوا لي تحمست شوية نعرفكم براسي أنا اسميتي قمر قمر ساطح فعمري خمسة وعشرين سنة زوين على ما كيقولوا من عائلة ميسورة ومتقفة وواعية وكتشجع البنت على أنها توقف وتبني أحلامها ما كانش عندي مشكل من هاد الناحية ولكن المجتمع خايف بزاف وكيطيح المرأة مع أنها نصف المجتمع عاونوني قريت وشجعوني نحقف أحلامي خصوصا بابا أستاذ الاجتماعيات المحترمة وما ننساش صديق طفولتي عبده كان قصد عبد الخالق وموالفة كان عيط له عبده عزيز علي بالزاف ولكن أنا ما عزيزاش عليه وإنما تعدا هالشي حاجة أخرى هيد الشي اللي كان حسوه من خلال غيرة دياله ولكن اللا عبده صديقي وخويه وغيبقى هاكاك وعمره ما غيتبدل بديت مشروعي والخدمة كانت كثيرة كل شي كان هو هاداك وكيما بغيت صرامتي في الخدمة ومع الرجال وهو من اللي كانوا سبب نجاحي فاتت الايام وأنا كان كبر نهار على نهار وكانت شهر ووليت ناجحة في عملي بالزاف وعبده معا يمساندني ديما شحان دمين تكوني ناجحة في حياتك الفرحة الكبيرة كانت نهار نجحت في صفقة الوحدات السكنية واخديتها أنا صفقة غيرات مجرح ياتي حيث غاد أتعرف بي بالزاف وغنولي مشهورة وكل شي غيبغيت عامل معايا هي طريقي للنجاح وباللين من اللي سالية الخدمة لقيت عبده كيتسناني بالطموبيل وصلني للدار ومن اللي دخلنا لقيت مفاجأة كيتسناني عبده وعائلتي كانوا موجدين لي حفلة بمناسبة نجاحي ما حسيتش براسي احتع النقط عبده كل شي كان فرحان حسوني باللي واقفين معايا وكل شي كي بارك لي ونطقات خالتي أم عبده وقالت تبرك الله على بنتي وعقبان نفرحو بكم في العمارية إن شاء الله اضحكت وقلت أنا اللي غدا نختار لعبده العروسة قالت أم عبده وويلي على كين محصل منك حبيبة وهي تقول ماما غايشي ومع بعضياتهم اضحكت وقلت أنا وعبده مستحيل واش كين شي خوت كيتزوجه تم حسيت بعبده تسير ومعجبوش الحال استأدنوا قائم سمحوا لي غادي نمشي عيت بزاف وخاصني نعس كل شي حسبي إلا أنا ما كنش بغى نعطيه أمال قاع مع أنني أكتر وحدة عرفاه كيفاش كيفكر ولكن أنا عمري شفت فيه كتر من أخ أنا متأكدة بأن الله غيجيب لي شي واحدة حصل مني اللي تزوجها وتبغيه عبده كان غادي وقال ما عجبنيش الحال من اللي صداتني وما بغاتش تعطيني حتى فرصة أنا أكتر واحد كيبغيها في هذا الدنيا ونموت على الطراب اللي كتمشي عليه آه يا قمر فوقاش تحسي بهذا القلب اللي كيتعدب على قبلك ومستعد يموت ألف مرة وما تحسي بأي نزمة كان بغيكا قمر والغد ليه نط كل حيوية ومشيت لخدمتي ناشطة وانا كنسوق وطالق الموسيقى ومحيحة شوية وهو يخرج ليه واحد في الطريق فرانيت بالجهد ولكن دربته خرجت من الطموبيل بزر بنشوفه بقى كيتألم قلت واش انت على باس اش كيدر لك نود نود نديك السبيطار ارتابقت وهو كان كيتألم وشاد إيده شديت فيه واتك علي وركبته في الطموبيل معايا وديته السبيطار بسرعة دخلته وشافه الطبيب طمني عليه وقال لي يا ما تخافيش كسر خفيف في إيده ادخلت عنده وكان متكي وناعس بحالة إلى سبع سنين منعس الله يا ربي ايش هذا؟ ياك قال لك غا كسر بسيط ماله داخل في غيبوبة مشيت عنده وشفت فيه يا الله ايش هاد المالاك؟ ما حسيتش براسي حتى بقيت كندوز له على شعره وكنلعب له في لحيته الخفيفة عجبني الحال بزار أول مرة كانت تقرب من شراج الهاكة وخاخت متي كلها معرجا ولكن هذا كان غير حسيت إحساس زوين معاه حل عينيه بشوية وشاف فيه وقال لي وش مت ومشيت للجنة لا أنا وليت حمرة ديك ساعة ولكن فرحت حسيت بفرحة عارمة قال لي شكون انتي وشنو كندير هنا قلت له انت في السبيطار أنا ضربتك بالطوموبيل وجبتك هنا وش ما عقلتيش قال آه عقلت لو كاني حساب لي غيوقع لي هكا كون قطعت الشانطي بلما نشوفش حال هادي قلت لي خلعتيني عليك بزاف قول لي يا شلو اسميتك وهو يقول إياد وانتي قلت قمر وهو يقول اسم على مسمى انتي فعلا قمر حشمت وبتاسمت ونط وقلت أنا غدا نمشي دابا وهندوذ عندك في العشية قال واخا مشيت وانا حاسة براسي بغنطير ايش هاد الشي من امتى وانا كنعرفش حاجة اسميتها المشاعر ولا الاحاسيس الله الله إلا بقيت على هاد الحال غدا ندير بحال مراهقات ما فهمتش شنو اللي وقع لي كنتم واش دراسين دابس كيما العادة ونقول له واش مكتشوفش واش نتعبر ولكن وقع العكس حنين في وجهو وحنين حتف هادرتو كل شي فيه حنين نمشي نخدم على راسح سلية وصلت للخدمة وكل شي كان مخلوعه كيقول لي يا مالكي تعطلتي قال عبدو قمر خلعتيني عليك فين كنتي قلت له غاز كت اليوم ما درت كسيدة قال كسيدة موقع ليك والو انتي لاباس قلت لي لاباس لاباس ولكن واحد السيد هو اللي ماشي لاباس ضربته بالتوموبيل وهو دابس بيطار قال عبدو نطمأنو عليهم من بعد المهم هو انكي لاباس دابا ما تسوقتش لكلامو ومشيت للبيرو ديالي وبقيت كنفكر فيه يا ربي ايش هاد الشي خاصني نخدم قلت عبدو شنو عندنا اليومة قال عندي ليك خبار زوينة بزاف من دوب شركة الرضا المعمارية تصلوا بينا وبغاو يتعاقدوا معانا درنا معاهم موعد غدا غنطلقوا بالمدير ديالو قلت هذا خبار زوين بزاف شركة كبيرة بحال هادي ممكن تطلعنا الفوق وغادي تعاوننا بزاف مزيان غادي نشوفهم غدا وغنتعاقدوا معاهم وصلت العشية وجيت خارجة ووقفني عبدو وقال ايجي 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 فين غدا قلت له غدا السبيطار نطلع للسيد اللي دربته غدا السبيطار نطلع للسيد اللي دربته الصباح بالطموبيل واش نسيتي قال اللي ما نسيتش ولكن كنت باغي نتغداه مع بعضياتنا والزيارة تأجل ماشي كيموت قلت له لا انا غدا نمشي حيث وعدته وهو يقول واخا انا جاي معاك مشينا انا وعبدو وطليت على اياد واياد فرح بزاف من اللي شافني وانا اطمأنيت عليه ولكن عبدو ما كانش فرحان ابدا مشينا وهو الوقت كامل وهو ساكت قلت له دودو ما لك ساكت وهو يقول والو ولكن كانت منا من هنا لفوق ما تتيقيش في اي واحد فين عرفنا هذا شفار ولا من هادوك اللي كيتعرضو للطموبيلات وبغي بروفيتي من نكشي باراكا قلت تهدن ما لك على هادو العصبية اولا ما بيناش فيه شفار ولا نصاب تانيا انا ماشي درية صغيرة باش الدار بيا وتالتا ما تبقاش تندمني حيث كان دخلك فكل صغيرة وكبيرة في حياتي وهو يقول سمحي لي يا قمر ما قصدتش نرفع صوتي عليك ولكن انا خايف عليك بزاف وانتي عارفة هادشي مزيان قلت عارفة ولكن قاطعني وقال ششت سافي سمحي لي نمشي ونشربوشي حاجة قلت له الخدمة عبدو الخدمة اهم عبدو كيقول في خاطره هاد البنت غا تسطيني علاش كان دعف قدام ها حتى لهاد الدراجة علاش كان بغيك قمر ومشينا انا وعبدو كملنا خدمتنا والغد ليه جاي يوم جديد نضت وصايبت راسي وبلا ما نحس شديت الطريق لسبيطان ادخلت وسمعت انتباز لقيت واحد لمرمع اياد كتبكي وغا شافوني وسكته قلت اياد لبس عليك جيت نطمئن عليك السلامة لالله وهي تقول السلامة بنتي انا غدا نمشيت هالله فرس كولدي مشيت لمرمع وكانت مرزوينة بزاف ما باينش فيها السن وانيقة ومهلية فرسها بزاف قلت اياد شكون هاد المرمع وعلاش كتبكي وهو يقول خلينا منها انتي لبس عليك فرحت بزاف من اللي شفتك قلت لي جيت نطمئن عليك كي بقيتي شوية وهو يقول واللي تلاباس من اللي شفتك قلت شنو قالليك الطبق وهو يقول قالبلي قالبليه ممكن نخرج اليوم قلت ليه عظيم وبقينا كان هضروش حال ومحسيناش بالوقت تليفون يبقى كيصوني بالزاف قلت اوف ما لهم هادو هو يقول اياد شكون كيصوني عليك قلت ليه الخدمة وهو يقول جاوبي تقدر تكون شي حاجة مهمة قلت قالو عبدو قاللي عبدو قمر فينك انتي راه عندنا اجتماع واش نسيتي هاد الناس مهمين وما خاصناش نخسروهم اجي دغيا قلت لي اوو نسيت واخا انا جاية وقلت لقياد سمحلي يا اياد بزاف غنطر نمشي عندي اجتماع مهم اياد قال واخا الخدمة اهم بسلام عليك انت شاوفو قلت انا غد نخلي لك نمرتي وقت ما عندك الوقت غنكون فرحانة بزاف باش نتشوفو قال اكيد مشيت ضغية وكنت فرحانة حتبديت نهاري بيه اول مرة كان ارتاحا كم عشي انسان مشيت لخدمة ديالي ودخلت وبدأ عبدو كيغوت علي علاش تعطلتي والناس كي تسنعوا وانا ما سامعة حتى حاجة دخلت ديري كتلقاعة الاجتماعات وكل شي كانت عيونهم علي قلت سمحوا لي تعطلت عليكم انا قمر صاحبة المقاولة وكيسعدني استقبلكم اليوم قال واحد منهم انا نور الدين مدير عام شركة المعمار اكيد سمعتي بيها قلت اكيد وكيسعدني انتعاقد معكم غيكون شرف كبير لي دازج اجتماع ناجح وقدرت نقنع اعضاء شركة المعمار بالشروط ديالي سي نور الدين كان متفاهم جدا ومنلي جاو يخرجو قلت ليه موسيو نور الدين انا سعيدة حي تتطفقنا قال آنيسة قمر كيسعدني نعرضك اللعشة اليوم غنكون فرحان بزافي لقبلتي قلت مم واخا علاش الله غاد نكون في الموعد ان شاء الله قال نور الدين مزيان بزاف غنحجز طاولة في المطعم الارلندي الكبير معت من يد الليل قلت له ما زيان غادة نجي ان شاء الله بس لا ما عليك مشاستي نور الدين وتلفت ولقيت عبده مورايا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهو يقول مالكي شفتي جن قلت من قيمت وانت هنا خلعتيني قال من وقت اللي كنتي كتتواعدة مع داك فارس الأحلام وانا نقول آه ويلي اش من فارس الأحلام قال ما نعرف سووا لي راسك بأي مناسبة قبل العراضة دياله اللعشة قلت له عبده الناس عاد بدينا معهم وما غنخسرش فرصة بحال هادي على مجرد عشا ايش عنده ما يوقع ياك غا عشا قال عبده ديري اللي عجبك قمر انا خايف عليك من تيار قلت له كون مهني انا لحمي مر واحدة واحد ما يقدر ياكله بزهولة وبيلني الوجه تراسي وتقديت باش نمشي لعشا كان بان سيدة أعمال قانيقة وخاص نبال له هاك باشي اقتانع باللي انا قد المسؤولية وعلى قد التعاقد اللي دار معايا ما يمكنش نضيح حاجة بحال هادي مشيت للمطعم الموعود ولقيت سينوردين فانتداري استقبلني بسعادة وطلب مني نجلس بعد ما جر لي الكرسي هاتش كله ما كانش كيهمني قد ما كان كيهمني اقتانع بخدمتي قال لي جيتي زوينة بزداب ووقتي كله الخدمة انا عندي افكار لمشروعنا المشترك غاي عجبوك بزداب وغادي قاطعني وقال ممكن ما نهضروش على الخدمة ايلا سمحتي انا جيت نعرفك انتي حيت مهتم بيك انتي ماشي بالخدمة وما تخافيش كل شي غايكون كيما بغيتي قلت كان كيحساب ليه هادا غايكون عشاء عمل وهو يقول لا ابدا انتي صراحة انا معجب بيك بستاف كل شي كان كينتظر يعرف شكون غايختار هاد رئيس مجلس الادارة الاكبر شركة في البلاد كل شي كان محتار قد دامي كل انواع البنات ولكن انا كان وعندي مواصفات خاصة كان كيهمني تكون المرأة اللي غنختار ناجحة وجميلة ودكية تماما بحالك والحصن لحد لقيتك وما مستعدش نفرط فيك اجبتش حاجة منجيبه علبة فيها خاتم منت يا موت باينا فيه غالي بالساب وقال قمر تزوجي بيا قلتلي صدمتيني وزربتي عليها اسمح لي خاصني نمشي شدني من ايدي وقال عافاكي بقايا عارف زربت عليك بالساب ولكن انا في الحقيقة كنهدر بالصح شوفي خودي راحتك في التفكير انا ما بغيتكش جاوبيني دابا وبغيت تكمل عشاك على خاطرك وطبعا هاتش ما غيقطرش على علاقتنا في الخدمة عافاكي بغيتك تفكري مزيان وما تتصرعيش في الجواب واللي عارفو انا انني مقتنع بيك انتي مية بالمية كملت العشاء وما هدرتش وهو دون الوقت كان كيهدر وكيحاولي هدرني وانا كانت صنت بالسيف وصلني للدار وقال لي نتمنى تفكري في دك شي اللي قلت ليك عافاكي قبلي ودعته وطلعت للدار ايش هاد الوحلة اللي انا فيها السيد بغيت زوج دغية بغيت كنفكر وما هدرت معتا واحد شوية شف بالي بابا لا ما زال لاناني نقول هالو من الاحسن العس والصباح فقت ولبست حوائش وقررت نسى دكش ديال البارح مؤقتا مشيت للخدمة وتلاقيت عبده في الباب كيتسناني قلت الله اكبر واش كنتي بيت هنا قال لي لا ولكن في الفضول نعرف كيداز العشاء ديال البارح قلت لي عادي عشاء عمل كي بغيت ايه يكون قال لي متأكدة وفياش اقدرتو ومعتاك وانو قلت له واش كنتي تماما وكنت راقبني وعلاش ما جيتيش ديقلس معانا احسن اهوان من الفضول ديالك وهو يقول لا لا انا فين غدين عرف اينا مطعم مشيتو اغا الفضول وصافي قلت لي اه الفضول الله يجعلنين تيق قال لي ايوان واشنو قال ليك واشنو بغى قلت له عبده باركة من الاسئلة ما عندي خاطر ليك صباحة طولها وهو يقول ما قلنا والو مالكي مع الصباح صافي تهدني وبقيت خداما النهار كامل وانا نسمع تليفوني كيصوني وفي واحد اللحظة جاوت قلت قالو شكون معايا قلت قمر انا اياد قلت لي اياد لا بس عليك وهو يقول لا بس بغيت نشوفك اليوم ايلا كان عندك الوقت قلت اكيد علاش الله قال لي مزيان اذا نطلقوا في الحديقة العامة من دابة الفاعة قلت لي واخا غدا نجي ان شاء الله الله يا ربي اياد نزل لي من السماء نفوج من هاد الغمان اللي شاداني من الصباح مشيت وطلقيت اياد قال لي ما وعيدك هي هاديك قلت لي وانا نقدر نتعطل عليك كي بقيتي شوية قال انا لا بس الحمد لله قوليلي تبغي نمشي والمدينة الملاهي قلت له واو شحال هادي ما فكرت فيها طبعا نبغي وهو يقول مزيان مشي نلعبنا في كل الالعاب وخصوصا اللي كتخلع وكنت كل مرة كنت تخلع فيها كنشد في اياد وكنزير عليه بساف وكنغوض ولكن دووذنا نهار ولا ارواح ما سخيتش بديك البلاسة خرجت فيها هموم الدنيا كلها الله يا ربي شحال ارتاحيت قلت اياد شكرا بساف على هاد النهار قال لي شكرا لي كنتي فوجت معاك بساف وانا نقول له يالله بسلامة وانتلاقاهم مرة اخرى ان شاء الله قال ان شاء الله مشيت للدار وانا الراحة دي للدنيا فيه دخلت وانا للقدار مقلوبة بابا قال بدي فين كنتي تخلعنا عليك هو يقول عبدو قمر فين كنتي النهار كامل وليش طافية تلفونك قلت ليهم مالكم بسم الله عليكم ايش واقع وعليش كتسولو اول مرة تسولو فين كنت بابا قال بنتي تخلعنا عليك قالني انا عبدو باللي النهار كامل وانتي مختافية وما كنتيش في الخدمة قلت عاود تانية عبدو ياك قلت ليك الف مرة انا ماشي درية صغيرة وماشي ضروري تعرف فين مشيت ومن مجيت عبدو قال واخا احنا تشوشنا عليك وصافي يلا قولي فين كنتي من صباح وطافي التليفون قلت ماشي مهم تصبحوا على خير انا عييت وبغيت منعز ادخلت البيتي وخليتهم ومني شعلت التليفون لقيت عشرات المكالمات طبعا من عند عبدو اوه واحتى من عند السينوردين وما زالة كنشوف في التليفون احتى صونة قلت ايش بغى تاني قلت ليه آلو لباس عليك السينوردين قل لباس وانتي علاش كنتي طافية تليفونك النهار كامل وانا كنصوني قلت له علاش يا كلاباس واش كنتي باغي شي حاجة وهو يقول لا غد شو واشت عليك حثونا لي عبدو كيسول واش انتي معايا وقال لي يا راكي مختافية من صباح قلت له عبدو عود تاني هو كيكبر الموضوع انا باخير ما تخافش وماشي ضروري نقول اي واحدش كندير واشنو غدا ندير قال من حقك قمر واش فكرتي في دكشي ديانا انا مستعد نشن خطبك رسميا فق ما بغيتي قلت لي ما زال خاصني شوية دلوقت كتر قال واخا كيما بغيتي خودي راحتك وكيما قلت ليك انا ما مزروبش قلت لي واخا تصبح على خير وهو يقول صبح على خير سديت معاه وفكرت نصوني الايات صونيت وقلت له قاله ايات قال قمر لبس عليك قلت لاباس انا لاباس بغيت نشكرك على هاد النهار شكرا على كل شي قال ما عند كلاش تشكريني وإيلا بغيتي نعودوها مرة اخرى ما عنديش مانع قلت اكيد علاش الله وهو يقول لي صبح على خير قلت وانت بخير نحست مرتاحة بالذات يمكن حيتحتاجي تكون صوت واخر صوت نسمعو والنحس وصبح صبح جديد وكيما العادة مشيت لخدمتي ودوز نهار زوين احتجا عندي عبدو وبدك يهضر وهو يجبد نور تدي قلت ليه مال وعود تاني قال شنو بغى منك قلت بغى تزوج تهني تدابا سكت شوية وهو يقول وانتي شنو قلتيلو شنو جوابك واش موافقة تزوجي وهو يقول يعني ممكن توافقي قلت ممكن ما عرفتش حسيت به تزير وخرج ومشا مشا عبدو هو كيقول في خاطره مستحيل خليك تكون الشي واحد غير يا قمر مستحيل اما تكون ليه او لما تكون احتى واحد بقيت خدامة احتجا عندي عبدو قال ليه قمر بغيت نقول لك واحد الحاجة قلت قول انا كنسمع وهو يقول انا كان بغي لك الخير وما بغيتش تطيحب شي حاجة خيبة قلت ليه شو شتيني شنو بغيتي تقول قال داك السيد اللي بغيت زوج بيك راه ما يصلح شليك قلت ليه شكور وهو يقول نور تيني قلت اه وباش عرفت انت ما يصلح شلي يمكن يصلح لي هو ناجح اللي غيحقق ليه احلام ويوصل نينو اللي سيدة اعمال كبيرة قلت له هد شي وانا غير بغيت نشد فيه قال لي ولكن وشخصيته والماضي دياله وشنو كيدير دابا وسمعته قاعد شي ما كيهمتش كيهمك غال منصيب الفلوس قلت ليه وشكون قال ليه باللي خاير سيد جنتلمان ومحترم وقاطعني وقال لا ماشي محترم قلت ليه وفين شفت وهو يقول شفت وغد شوف يحت انتي يلا هي معايا قلت وخا سيد هاحنا موراك ونشوف وشنو كاين مشينا انا وياح توصلنا الواحد لوطير مشا عبدو بطريقتو سول في الرسابسيون قال سلام انا موظف عن تسين ممكن نعرف في اين غرفة هو انا محتاج توقيع ضروري منه الموظف قال له تفضل سيدي كما العادة في الغرفة سبعة وثلاثين قال عبدو شكرا بالزاف وانا نقول جاء عندي عبدو وقلت ليه واش مخافتيش التفضح عبدو قال ما تخافيش انا عرفت بلي هو موصل الاستقبال الى جا عندوشي واحد من الشركة يطلع عندو طلعنا وطلب مني عبدو نجلسو نتسنا ونراقبو بقينا بزاف كنراقبو حتاجاني المالان وقلت له خلينا نمشيو انا ما عارفة ايش جاب نيل هنا معاك ولا علاش قال لي عافك يصبرغة شوية نزيد ونتسنا ما زال كانت ناقش معاه وهو يتفتح باب الغرفة ناري ايش داكشي شفت خارجة واحد البنت قرطاصة لابسة شميزة مزيرة وصدرها خارج لبرة وصايا قصيرة وخرج معاه هسي نوردين لابس غلبي نوار كان كي يودحها وهي كتتحلون عليه وكتقول لون تشوفوها عمري بقيت مصدوبة هاد عبدو عندو الحق قال لي يا عبدو شفتي هادك اللي بغيتي تزوجي به انا عرفت باللي هو كل نهار مع وحدة في شكل وفي نفس الغرفة ومازال غنوريك حاجة اخرى بالليل قلت لي واش مازال كي ينشي حاجة كتر من هادي عبدو قال طبعا وغتشوفيها بالليل وصل الليل وانا كانت سنعلى احر من الجمر فيا الفضول بغيت نعرف شنو الحاجة اللي كتار من انه يجي بالبنات يباتوا معاه مع انه ما كانش كيهملي بقدر ما كنت بغى نلقى عليه شي سبطة باش نرفض طلبه وانتهنى من صداعه وفي كل الأحوال ما بغاش وما غنزو شي حد اللي ما كان حش اتجاهه بوالو ومشيت مع عبدو احتلقيتو دخلني الواحد الكادينو قلت لي اوف انا ماشي ديال هاد البلايز علاش مدخلني هنا دابة يشوفني شي واحد من اللي كيتعامله معانا داخله هنا وغادت تمست مع ديالي في الخدمة عبدو وقال ما تخافيش اصلا كلهم غتلقيهم هنا احتى واحد ما سويه بحالك دخلنا احتى شفت اللي ما يتشاف منظر مقزز سين وردين جالس في الطبلة القمر والقار رفهم وكاست شراب حدا والكارتف ايدي والبنات العريانات محاوطين بي كله وحدة منين كتقيسه ايش هد بنادم قال لي يا عبدو هذا اللي بغتيت زوجي هاكا عايش حياته في السكرة والقمر والبنات والكماية كله نهار هنايا كله نهار بنفس الحالة هادي هي حياته وانتي بغى يديرك غاة بريستيش ماشي كما كتتخيل ما خليتش عبدو يكمل كلامه ومشيت وقفت لنور الدين عند راسه هز عينيه وشافني مخنزرا فيه وتخلع ايدال قمر اش كتدي ليه هنا قلت ليه والو غاك انت بغى نعطيك فرصة ونشوفك واش فعلا انسان كتستحق تكون راجلي ولا لا ولكن ما راجل ما والو سينور الدين من هنا علاقتنا ما غتكون إلا في حدود الخدمة وصافة ما بغيتش نسمع منك سيرت الزواج مرة أخرى مجيت وخليتوك يعيط ومجيت كنجري طيارة وكنت خفيفة علي حيت كان سكران وما هزينوش رجلي عبدو كان فرحان بزا ولكن أنا كنت كتار منه حيت تهلنيت من داك الحمل اللي هزيت فوق كتافي نط الصباح وقديت راسي وناشطة بزا مجيت لخدمتي كالعادة ولقيت عبدو واقف ومخنزر في الباق قلت له ما لك وعدي وهو يقول دخلي وتشوفي الراسك ادخلت ولقيت سي نوردين جالس وكيت سناني غا شافني وهو يلوت قال قمر عافكي سمعيني واعطيني فرصة نشرح ليك دك شي اللي شفتي البارح قلت له أهلا بسي نوردين كان شي حاجة جديدة بخصوص الخدمة قال قمر عافكي ما تتعامليش معايا هكا عافكي سمعيني قلت علاش غا نسمع تبارك الله عليك كل شي شفته بعيني البارح وهو يقول لا ماشي فتواله ها ديك ماشي حقيقتي ما تحكميش عليا شوفي صاحبي هو اللي اداني معاه حيط لقاني مهموم وكنفكر واقترح علي نمشي معاه ولكن أنا ندمت وعمري نعاود نمشي لدوك البلايف قلت لي مزيان طيقتك ايو اولو طيل زوينا ديك البنت اللي كانت معاك البارح واحتى الخرينات زوينات كتجيب معاك غاز زين واحتى اختيار كل ديك الغرفة اللي كل نهار انت فيها والكازينو باين مزيان بلينتك اللي يان دائم عندهم كل شي كيحتار مك وكيدير بحسابك تم واحتى البنات اللي تم كيتثن وكل ليلة تزن قو حمار من اللي قلت لودك الشي كملت كلامي وشفت فيه بنظرة كل هاتيقة قلت شوف في يم زيان سين وطي انا را قمر وعندي عيون في كل بلاصة وما تستاهنش بيا وما تفكرش بأنك ممكن تختعل ولا كرسي ديالي وحطيت رجل على الخراب شفت فيه وبنت وبالنسبة الخدماء اللي بيناتنا احنا معندنا مانعنا لغيو العقد وكل واحد نشي بحال قال قمر انا قلت لك من الول الخدماء معندها علاقة بالمسائل الشخصية انا من اللي طلبتك للزواج مطلبتك ش في الشركة شوف في انا معجب بل وطايح فيك حتى اللخ شخصيتك لقوية ودكائك وجمالك انت اللي بغيت انت انت اللي تمنيت انا مايمكنش نتخلى عليك قمر انا غنتغير كانواعدك غنتغير عافك ما تخليش عليها واعطيني فرصة اخيرة قلت اللقاء سلام سيونوردين عندنا الخدمة يمكن لك تمشي نادو قال لي ما غنتخلاش عليك قمر ديري هاتش في بالك مش اخرج بحاله وانا نتنفس من جديد ناري ايش هاد اللصق حياتي كاملة وانا منخلى الرجال وصابدهم غاباش ما نطيحش بحال هاد المواقف ولكن هانا طحت مع هادا ودخل عندي عبدو مغوبش كالعالم وهو يقول ياك ما زمحت ليه قلت له واش انت مصطي واش انا هبيلا نزمح ليه بعد ما تفكيت منه ايش ندير به مازال اذا حك بلا ما يحس خليته وحتى هذا واش ما بغاش يفهم باللي ما كان بغيش وما غن بغيش وباللي هو خويا لا اكتر ورأ انك تكون خويا يعني شي حاجة كبيرة هو ما بغاش يفهمها وبقيت كل يوم من الخدمة للدار والسين وردين كل نهار كيصوني وكيتلفر صخرة مرة كنلقاه كيتسناني في الباب ومرة كنلقاه كيصوني والزوينة جاع هي من اللي مشيت نخدم واحد المرة ولقيت المكتب ديالي كله مزيين بالورق وكل بوك في البطاقة تعتدار والحاجة اللي خلاتني نموت بالضحك هي من اللي شاف عبدو داك المنظر وناد بطريقة هستيرية كيلوح وكيمصدق في داك الورق المنظر دياله كان كيقتل بالضحك شداته لغيرة ترجمة نانسي قنقر